الحمد لله والصلاة والسلام عليكم ومراحة الله وبركاته عزي الطلبة والطالبات طلاب المحاة الثانوية ان شاء الله اليوم بنواصل دروسنا مع درس جديد في وحدة المصوفات والدرسة النهاردة بعنوان جمع وطرح المصوفات الوحدة السبعة التمرين الثاني صفحة دي عشر أساسي كامبرج وده الفصل الدراسة الثانية جمع وطرح المصوفات عنها رد الوقت الآتي أولا جمع وطرح المصوفات سبعة اثنين الوحدة السبعة التمرين الثاني يعني فبيقول لي في نتيجة بيقول لي لو عندي ألف وباق مصوفتين من الرتبة نون ضرب مين يعني هيكونوا هما الاثنين في نفس الرتبة نفس الرتبة ناتج جمع ألف زائد باق لو جمعت المصوفتين دول هيديني مصوفة برضو من نفس الرتبة نون ضرب مين وينتج كل عنصر فيها من جمع العناصر له في ألف وباق يعني هنا أنا عندي ده ألف ودي باق ودي ألف وده باق ده مصوفتين عايز أجمعهم فبجمع كل عنصر مع المناظر له المقابل يبقى ألف مع الها يبقى ألف زائدها وأجمع الباق مع الواو ونفس الكلام أجيب الجيم مع الزائد وأجمع الدال مع الحق يبقى هو ده جمع المصوفتين والطرح نفس الكلام ولازم يكونوا من نفس النظم اللي هي رتبة نون في مين اللي يكونوا بنسميها صادفة سين يعني اللي عدد الصفوف سوى عدد الأعمدة في الحالتين وإلا ما ينفعش الجمع ولا الطرح نحن هتتعرض دلوقتي للأمثلة ويمكن تبقى أوضح شوية من الجزء النظري ده هيكون الآتي مثال يقول لي إذا كان ألف بيساوي مديني ألف ومديني كمان باق مصفوفة تانية وبيقول لي اوجد ألف زائد باق وكمان عايز باق زائد ألف يعني هنا مديني مصفوفة ألف ومتوصفة باق اوجد ألف زائد باق يعني عايز يجمع ألف وباق وهنا عايز باق زائد ألف بنلاحظ أن ألف زائد باق وهنا مبدلهم حنشوف بقى إيه المطلوب بيقول لي ماذا السنتج فهنا نبدأ الآتي اللي هي الأولاني ألف زائد باق ألف زائد باق حيساوي أنا كل اللي حعمله في الخطوة الأولانية أشيل كلمة ألف المصفوفة دي وحط قيمتها اللي هي المصفوفة دي يبقى الكلام ده أقوله هيساوي بدل الألف دي أروح كاتب قيمة المصفوفة اللي هي 2 3 4 5 لأكتبهم المصفوفة دي زي ما هي أيوة 2 3 4 5 زي ما هي زائد إيه دي باق تنزل المصفوفة باق 2 3 6 أيوة 2 وهي دي المصفوفة وبكررة تانية بالنسبة للمصفوفة الضروري يبقى القوس بهذا الترتيب أو ممكن ممكن القوس يبقى فيه يعني بالشكل ممكن يبقى بهذا الترتيب لكن يعني ما يكون أيوه ممكن يبقى بالشكل ده أيوة فيه زي القوس كده وممكن ده بالنسبة للميه بالنسبة للميه ايه ما نعمله زي ما هو مكتوب عندك أو زي ما معمول عندنا يعني نتعود على هذا المنظر يعني تمام فهنا بيقولي ألف زائد بقى أنا كتبت بدل ألف كتبت مصرفة ألف وبدلا بقى كتبت طبعا بتأكد هنا نظومها 2x2 أيوه وهناك نفس الكلام 2x2 ممكن أجمعهم لما نجي نجمع بنجمع كل عنصر مع نظيم بيبقى اللي 2 أجمعها مع الاثنين لو العنصر في الصف الأول العمود الأول يعني هناك نفس الكلام في الصف الأول يعني بقى نجمع الكلمة 2x2 يديني كم؟ الناتج يديني 4 و أجمع كمان تلاتة وتلاتة يبقى ستة. كل انصر ونظيره. اربع مع اربعة مع الست يبقى عشر. وكمان خمسة زائد اتنين يدين ايه سبعة. يبقى دي اسمها الف زائد. طبعا هنا النظم اتنين في اتنين حتى والبق اتنين في اتنين حتى الجمعة بتاعهم برضو اتنين في اتنين. بعد كده الحمد لله. البق اللي هي السؤال الثاني بق زائد الف. نفس الشيء زي ما كأني انا بعوض عن كلمة المصفوفة بق بقوله بيساوي بق احط المصفوفة بق الاول. هناك انا وضعت الالف الاول. هناك انا احط البق الاول. يبقى عبارة عن اتنين وتلاتة ستة. اتنين زائد الالف. مين الالف تنزل هنا اللي هي اتنين تلاتة اربعة خمسة. وبعدين اجمع برضو لما نجمع كل عنصر اتنين واتنين اربعة. اجمع تلاتة زائد تلاتة يبقى ستة. وبعدين اجمع ستة زائد اربعة يبقى عشرة. واجمع اتنين زائد خمسة الناتجي ديني سبعة. لو اننا عبصينا في الناتجين الناتج الاولاني والناتج التاني نجد ان نفس الناتج اربعة عشرة سبعة ستة اربعة عشرة نفس المصفوفة هي هي. فهو بيقول لك ماذا السنتج واضح ان ايه? ان انا هو ايه اللي انا عملته بالنسبة الالف وباق? الف زائد السؤال الاولاني الف زائد باق. لكن هنا باق زائد الف يعني انا عملية ابدال. هل تغير الناتج? لا. عشان كده بقول له ان نجمع المصفوفات عملية ابدالية. جمع المصفوفات عملية ابدالية. يبقى ده بالنسبة لمن? بالنسبة للموضوع ايه? اللي هو جمع المصفوفات. يبقى جمع المصفوفات عملية ايه? ابدالية. اه نفس الشيء احنا هنشوف بقى القصة تاني برضو مثال تاني. مديني الف وباق. وهنا بقى هيطلب طلب تاني. اوجد الف نقص باق. وبعدين عايز باق نقص الف. يعني هنا بقى يبقى الجمع هنقطلع ابدالي. لكن هل انا لو طرحت هيبقى ابدالي ولا لا? هو ده اللي احنا هنشوفه من خلال المسال. هقول له الف. مين الف? اللي هي اتنين تلاتة اربعة خمسة. انا بعوض عن الالف قيمتها. اتنين تلاتة اربعة خمسة. ناقص الباق. مين الباق? اتنين تلاتة ستة اتنين. وفي القوس. بعد كده هنعمل عملية الطرح. اطرح كل انصر ناقص نظيره. هقول له اتنين. ناقص نظيره اتنين. الناتج يديني صفر. نفس الشيء. تلاتة ناقص تلاتة. يديني صفر. طب اربعة. اقول له اربعة ناقص. ايه المناظر ليه كام ستة. اطرحهم دول من بعد. طب اربعة ناقص ستة. ساليب اتنين. خمسة ناقص اتنين. ناتج يديني كام تلاتة. هو اتقول اربعة ناقص اتفضل اتنين. خلي بالك. عشان كده بقول احنا نجيبها بالقالة. ولما اكتب بالقالة اكتب اربعة. ناقص اه نشوف اربعة. ناقص ستة. يديني ساليب اتنين. وبعدين هنا خمسة ناقص اتنين. يديني تلاتة. يبقى ده اسمه الف ناقص باق. تعال نشوف باق باق ناقص الف. هل هيبقى نفس الناتج? هننزل الباق المصفوفة باق الاول باق. اتنين تلاتة ستة اتنين. والباق اللي هي مين باق? اتنين تلاتة اربعة خمسة. طب تعال نطرح. برضو اطرح كل عنصر مع نظيره ها. اقول له اتنين. ناقص اتنين. ايوة. يبقى صفر. وبعدين هنا تلاتة ناقص تلاتة صفر. الله. وبعدين هنا ها. نقول له ستة ناقص اربعة. ها تديني كام? اشوف تبقى خلي بالكم موضوع الاشارات. يعني عنا رأيي بكرر تاني نقولها هنا بالقالة. اربعة ناقص ستة بالقالة. تديني سالي باتنين. لكن هنا ستة ناقص اربعة تديني موجة باتنين. طب اتنين ناقص خمس. حفرها لك واحدة. لكن بعد كده انت تبقى تعمل بنفسك. يبقى هنا الاتي. اهي. عايز اقول ايه بقى? احنا قلنا اخي. وصلنا لغاية ستة ناقص اربعة اتنين. خلاص. احيز اقول اتنين من نظرتها خمسة. يبقى له اتنين ناقص خمسة. ابدأ باللي اتنين. اقول له ناقص خمسة. يساوي اه يديني كام? يديني سالي بثلاثة. يبقى الاجابة ايه? سالي بثلاثة. اه ما نتكسيم يعني ضروري موضوع الاهل اللي ممكن احيانا الانسان يعملها زهنيا. اقول لك اتنين ناقص خمسة وروح كتب ثلاثة. طبعا لو كتب الثلاثة تبقى في حل غلط. هنا بقى بنقارن بقى هل الحل ده هو نفس الحل ده? والصف الاول ان قدرا العناصر هي هي. لكن هنا اه هنا ايه اللي حصل? هنا سالي بثلاثة لكن هنا موجب اثنين مختلف. ثلاثة لا هنا سالي بثلاثة. يبقى في الحالة دي المصففين يعني الف نخص بقى لا يسوي بقى نخص الف. ففي الجمع كان ابدالي لكن في الطرح. فهنا بنقول له نلاحظ ان الجمع الطرح عملت طرح المصفوات ليس ابدالي. ما هوش ابدالي. يبقى الجمع ابدالي لكن الطرح غير ابدالي. بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. بديني الف وبق. وجيم. ودال. ولكي وجد الف زائد بق. جيم زائد دال. وبعدين بق زائد بق نقص الف. يعني حسب الطلب. الجزء الاولاني الف زائد بق. يعني حجم عالالف. نكتب السؤال الاولاني. ادي الف. الف زائد بق. مين الالف? الالف انزل الالف دي كامل. اه انزل الالف هي كان بق اتنين اربعة تلاتة خمسة اروح منزلها. زائد البق. مين البق? اللي هي تلاتة واحد اربعة سلم اتنين. وبعدين نجمع. نجمع كل انصر ونظره اتنين. اجمع الاتنين مع التلاتة. يبقى اتنين زائد التلاتة. يبقى كام? ايوة. يبقى خمسة. واجمع الاربعة مع الواحد. اخلي بقى لك اربعة زائد واحد. يبقى خمسة. بعدين اجمع تلاتة مع الاربعة. يمنون له تلاتة زائد اربعة. الناتج الديني كام? سبعة. وسبعة. لا. خمسة زائد سلم اتنين. ها تبقى كان بقى هو هتقول سبع لان انا خمسة زائد سالب اثنين حتى اكتبها كده زي ما هي بترتبها ازاي يعني اهو انا بجمع في العنصر سبع مع السالب اثنين هقول له يبقى هنا اقول له اكتب الخمسة الاول هدي خمسة وبعدين زائد هدي زائد في ايه بعد كده سالب برضو اكتبها سالب ها سالب اثنين وراح اقفل القصر اختلف من الالة لالة النتج بيسوي كام ثلاثة وراح مسجل واضح الكلام يبقى ديها الف زائد اعايز بقى جيم زائد دال ايه رأيك جيم زائد دال اول حاجة طبعا نتأكد في عملية الجام هل هم نفس الرتبة ولا لا نفس الرتبة الجيم كم في كم كم صف صف وعمودين لكن في الدال صفين وعمود واحد يعني كأن رتبة الجيم لو حبيت حتى تعملها بالقلم كده تعمل بالقلم ايوة الرتبة بتاعتها الجيم كم صف صف واحد فوق فوق عند الجيم ايه هكتبها رتبة اتنين ضرب الرتبة اتنين ضرب واحد ده بالنسبة للجيم طب والدال رتبتها لا الرتبة الجيم احنا كاتبين ان احنا احنا عاديين نقرأ من الدال رتبة الجيم يا شباب رتبة الجيم كم صف اهو كم صف اهو شوف اهو كم صف صف واحد يبقى هو واحد ضرب كم عمود اه ده كده عمود اتنين يبقى ضرب اتنين واضح الكلام اما بالنسبة للدال اده صف هنا واده صف هنا يبقى الصف كم الدال بقى رتبتها اتنين ضرب هو عمود واحد بس طبعا هنا واضح ان الرتبة اللي هنا لا تساوي الرتبة اللي هنا انا بس بوقض حالك ايه السبب يعني خلاص لكن انت بقى هنا بعد كده هتقوله اللي قاتي يبقى نقوله جيم زائد هل يمكن اجمعهم نقوله لا يمكن الجمع ها انعلك السبب تقوله لان رتبة ايه رتبة جيم لا تساوي رتبة ايه ده ده بالنسبة لمن بالنسبة لموضوع اما بالنسبة للتلاتة التالت اللي هو عايز بق زائد بق ناقص الف هنا نفس الكلام على كل الام اللي احمله في الخطة العونية اشيل المجهول ده وحط قيمته مين المجهول بق المصفوفة بق يبقى حط فيه المصفوفة بق اروح حاطط بق كامل ده يبقى تلاتة واحد اربعة سليب اثنين نحط عناصره وبعدين زائد بق بق ما هي هي يبقى اكتبها مرة تانية تلاتة اربعة تلاتة واحد اربعة سليب اثنين ادي يبقى كتبت الالف والبق ايه بعد كده ناقص ادى النقص الالف مين الالف اكتب كل عناصر الالف يبقى كام اثنين اربعة تلاتة خمسة مع ملاحظة تخلي بالكم مع ملاحظة انه لازم يكون عشان تتجمع التلاتة كلها نفس النظم ما هي اثنين في اثنين اثنين في اثنين اثنين في صفين عمودين صفين يبقى ينفع فلما اجمع في اثنين زائد واحدة ناخص قال اول حاجة نجمع المجب وبعدين اناقصه من الاخيرة وهو ممكن عملها كلها في خطوة واحدة يعنو هقولك ازاي بعدين لكن الاول اجمعهم هم اللي اتجمع الاثنين دول يبقى اجمع اللي هي الباق والباق وده اللي غلط منه هنقوله هيتساوي نجمع مين بقى كل 3 زائد 3 يديني كام 6 واجمع واحد زائد واحد يديني 2 وعدين اجمع الارباع مع نظرتها ارباع يديني 98 طب سالب اثنين وسالب اثنين يبقى كام مجب ارباع غلط كده سالب اثنين سالب اثنين زائد سالب اثنين ما بقل بضربش سالب في سالب انا خلي بالكون سالب اتنين زائد سالب اتنين. اهي. عشان كده بقول ان احنا ضروري نستخدم القالة بدون خجل يعني. اه يبقى هنا. ايه هنا? حتى ما نغلطش اوسعة لوحد من السرعة يكتبها خطأ. انا حاجم على الانصر الاخير سالب اتنين مع سالب اتنين. بقول له اول حاجة اكتب سا اكتب الاولان ده. سالب اتنين. اروح كاتب سالب اتنين. وبعد كده اللي في النص زائد اروح كتب الزائد. وبعدين اللي بعديها سالب اتنين اكتب سالب اتنين. سالب اتنين. على فكرة بتختلف من الالة. في احيانا الخطوة دي ما تنفعش بعض الالات. يبقى محتاجة اقواص تعمل لها اقواص. اروح كاتب يساوي الناتج الديني سالب اربعة. اروح مسجل الاتي. يبقى هنا سالب اربعة. يبقى انا جمعت الاتنين دول خلي بالكل. مصففتين دول. وبعد كده بقول له ناخص. اجمع المصففة دي. هنزلها بقى. اللي هي اتنين اربعة تلاتة خمسة. وبعدين ارجع اقول له بقى ايه? يبقى ستة ناقص. ايه الستة والاتنين دول لها. لكن اقول له ستة. ناقص اتنين. اظن يبقى اربعة. اه? اتنين ناقص اربعة. اتنين ناقص اربعة. يبقى كم? اتنين? لا. اتنين ناقص اربعة. يديني كم بقى? شفته بقى? احيانا الواحد يخطأ يبقى سالب اتنين. دي هنعدلها دولة. وبعدين اقول له تمانية ناقص تلاتة. اللي بعديه. تمانية ناقص تلاتة خمسة. سالب خمسة ناقص اربعة. سالب خمسة ناقص اربعة يديني سالب تسعة. يبقى اذا احنا اتفقنا ندي فيها خطأ. اه في الطباعة. بكررها رجع اجيبها لك بالقل عشان تتأكد من الكلام ده. يبقى هنا القاتي. شفت انا باجمع الاتنين والاربعة. بس اقول له اتنين. ناقص اربعة. يبقى هنا نبدأ بالاتنين. اقول اتنين. ايه دي? ناقص اكتب ناقص. مرجع مرجعش اكتب مرة تانية ناقص. بكتب ليه موجود. ناقص مين? اربعة اربعة بموجة اكتبها بموجة. يساوي سالب اتنين. يبقى كانه هنا دي سالب اتنين مش مش ست. واضح? طب والاخيرة اللي هي سالب اربعة ناقص خمسة. نجيبها بالقالة. اهي. سالب. ادي حجم على العنصر ده ونزيله ده. يبقى نقول له ايه بقى? سالب. اربعة. اللي في النص ناقص يبقى دي ناقص. مين بقى? الاخير كام خمسة? وروح كاتب ايه يساوي? يبقى سالب تسا. هنعدل ده بكرر. اتنين نخص اربعة يديني سالب اتنين. ده اللي احنا هنعدله. نعدله بال اهو. بسم الله. اجيب الالم بس عشان نعدل. ايوة. يبقى زي ما قلنا اتنين. ناقص اربعة. ناتجة ديني سالد. ايوة سالب. نكتب سالب بس تكون رفيع شوية vaan الخطه re уже معلش الكتاب المو amountsفي اصعوبة شوية سب划وا يبقى هنا ايه ايه دي سالب اثنين Ano سالب نظن واضحة سالب اثنين لدي سالب اثنين اعديلها تاني اكتر من كده احسن يبقى هنا اهي سالب اثنين اعملا بال fuerte باللون الاسويت بس امسح بقى الجزء اللي هو عشان تخلي بالكم منها بعد كده عندي ايوه امسح دي نرجع بقى مرجوعنا للسؤال وطبعا بيقفل اللي هي المصفوفة عشان كده محتاجين نخلي بالنا من يبقى كأن ايه الده كان فيه خطأ مطبعي ويبقى هنا ايه جمعنا بقى ايه المقصد هنا بق زائد بق على فكرة باللاحظة ان دول عنصرين دول مصفوفتين دول 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 الوما في البق زائد بق لك وتعايز اقولك بق زائد بق ده نفسيها اما تجمعها تعتبر مضعفة يعني يبقى كأنها تضرب دي تلاتة اضرب المصفوف دي كل عناصرها في اتنين تلاتة في اتنين بستة اتنين في واحد باتنين اتنين في اربعة بتمانين اتنين في سالة باتنين دي نسالة باربعة لو بق زائد بق طب لو تلاتة بق تضرب بثلاتة عموما يا إما تجمعهم بالشكل إذا متى شايف والناتج يبقى هو ده بعد كده بندخل في موضوع سؤال في كتاب المدرسة موجود بالشكل ده بيقولك اوجد مصفوفة الناتج إن أمكان هنحل بعض المسائل والباعد والباقي هنتركه لي طبعا المصفوفة هنا واضح أن هنا علامة زائد صفين وعمود واحد صفين وعمود واحد فإيه اللي هنجمع نجمع السلب خمسة مع السبعة يبقى سلب خمسة زائد سبعة أيوة النتيجة الديني كام اتنين طب سبعة ناقص خمسة برضو الناتجة الديني سبعة زائد سلب خمسة آه سبعة زائد سلب خمسة النتيجة الديني كام بقى الديني اتنين مش ست أيوة الديني اتنين عشان كده بقى شوكت بقى المهم ازاي الموضوع يديني دي اتنين مش ست ده اتنين أيوة الحمد لله ان احنا اخدنا باله من الخطأ المطبعي ده. وبعد كده بنقفل المجموع القوس. تاني بكرر عندي انا الاتي. عندي الاتي. بنكرر. هنا سالب خمسة زائد سبع نتيجة اتنين. طب سبعة زائد سالب خمسة اجمعهم كده مع بعض. سبعة زائد سالب خمسة. الناتجة ديني اتنين برد. بعد كده. في عندي مصفوفة هنا. عايزة هل بتتجمع ولا لا. واضح ان ادي اسمها مصفوفة الصفية كم صف? صف واحد لكن كام عمود واحد اتنين ثلاثة هنا. صف واحد لكن كام عمود واحد اتنين ترى يبقى ممكن نفس النظم يبقى ممكن يتجمع. يبقى عبارة عن ايه بقى? عبارة عن مين بقى? تمانية تجمعها مع الاربعة. اه ده ناقص. شفتو? تمانية ناقص اربعة. يبقى يديني الناتج كام? اربعة. طب بعدين صفر ناقص سالب ثلاثة. اه. صفر ناقص سالب ثلاثة. السالب مع السالب دي تبقى موجب. لكن بالآلاتيك ايه على طول تديك الناتج ثلاثة. اوريه لك ازاي? عشان يبقى احنا استخدام الآلمة يعني بيريحنا شوية نتأكد بدل ما يكون في خطأ. يبقى نقول له ايه يبقى هنا? انا بقى بجمع في العنصر التانية. الصف مع السالب ثلاثة. اقول له بقى ادي صفر. اللي مكتوب بكتبه. صفر. وبعد كده ايه اللي في النص ناقص? ادى ناقص. غير السالب بتاعت العدد اروح كتبها جمعنا. سالب ثلاثة. اروح ايه? او اكتب يساوي الناتج ديني ثلاثة. وسجل الكامل. وبعد كده نفس القصة. حداشر ناقص سالب واحد. ايوة. حداشر ناقص. هنا طبعا سالب مع سالب تبقى موجب. وحداشر بقى الناتج ايه? اتناشر. ده بالنسبة لمن? بالنسبة لناتج طبعا هنا بيقول لي اجمع الناتج ده ايه رأيكم? هنا كم صف? صفين? لكن عمود واحد. هنا صف وعمودين. فهنا ما ينفعش يتجمعوا الاتنين ده. لان مش نفس الرتب ده لا يمكن لا يمكن الطرح. لا طرح ولا جمع يكونوا نفس الرتب. هنا بالنسبة لهنا نفس الرتب. اتنين في اتنين يبقى تقوله تجمع الاربعة والخمسة يبقى كام? يديني تسعة. واتنين نقص ستة. اربعة وخمسة. يديني تسعة دي مش حداشر. اربعة زائد خمسة تسعة. اربعة زائد خمسة. اربعة زائد خمسة. يبقى دي تسعة مش حداشر. ايوة. تسعة. تمام. وبعد كده اها اتنين زائد سالب ستة. يبقى الناتج كام سالب اربعة صح? وسالب اربعة زائد سبعة الناتجي الديني تلاتة. واحد زائد تلاتة الناتجي الديني اربعة. يبقى نفس القصة على فكرة نفس الموضوع اه في المصفوفة دي. ايه ممكن يتعمل معها. نفس القصة هنا مية وخمسة. يبقى بنجمع برضو كله انصر مع النظير ويترك الامر ده. كمان يمكن نحللك دي كمان. طيب حاضر. هنا واحد ناقص سالب خمسة. واحد ناقص. ناقص مع السالب تبقى دي موجة بخلي بالك. وفي واحد هناك يبقى ستة. وبعدين سالب خمسة ناقص ستة. سالب خمسة ناقص ستة ناتج الديني سالب 11. يتأكد بالآلة. سبعة ناقص صفر الديني سبعة. عشرة ناقص سالب اتنين. الناتج الديني اتناشا. عشرة ناقص سالب اتنين. اكررها لك. انت عملها بقى. ونفس الكلام بالنسبة للايه للمصفوفة الاخيرة. بعد كده بننتقل الى سؤال اخر. بيقولي اذا كان دي مصفوفة بيساوي مصفوفة تانية. ايه وجد قيمة الف وبق واجيم. الديني معادلة. معادلة فيها مصفوفة وهنا في مصفوفتين. طبعا باللاحظ ان هنا نفس النظم. هنا عشان لما تيجي تجمع دول هل هم نفس النظم ولا لا نفس. صفين عمودين. وهنا صفين عمودين. يبقى اذا ممكن اجمع. يبقى انا هجمع. عشان اجيب المجهول. المجهول. اه فانا هجمع المصفوفتين اللي هنا. يبقى المصفوفة دي تنزل زي ما هي. المصفوفة دي انا زيلها. اجمعهم دول يبقى بيساوي المصروف الاولانية تساوي هه نجمع مين اتنين زائد الف فابقول له هاي بيساوي اجمع اتنين زائد الف وبعدين اجمع الجيم زائد الثلاثة جيم زائد الثلاثة طبعا ملهاش آلة دي. واجمع ستة زائد سليب بقع يعني ستة ناقص بق. ستة نقص بق. وبعدين اقول له اتنين زائد تلاتة دال. اتنين زائد تلاتة دال. وابدأ اخد كل عنصر من العناصر. آآ طبعا كل عنصر يساوي النظر ليه? عشان اجيب الالف اخد دي. العنصر الاولان في الصف الاول العمود الاول يبقى ياخد ايه? العنصر الاولان في الصف العمود الاول? يبقى اخد ده بيساوي ده. ايوة. بس حابت اوضحها لك. يبقى عندي هنا اتنين زايد الف. بيساوي كام? بيساوي اتنين. ومعادلة عادية بقى اظن يبقى بننقل الاتنين هناك. يبقى الالف تفضل زي ما هي. يساوي ايه بقى هنا دي اتنين? وانقل الاتنين هناك تبقى سالب اتنين. طب اتنين نقص 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 ناتجة ديني كام? يبقى الالف بيساوي صفر. نفس القصة بالنسبة لمين ناخد العنصر التاني? او ستة نقص بقى. مفيش مشكلة اي واحد منهم. عموما اهي. ستة نقص بقى. خدنا ستة نقص بقى. مين المناظر لي? يبقى ناخده بيساوي مين? بيساوي الاربعة. طب وبعدين. البقى تنزل وخلي بالك تنزل مع اشارتها. ايوة تنسى تنزل البق. احيانا ناس تنزل البق وتنسى الاشارة. انزله بالسالب. بنفس اشارته ده. يبقى سالب بقى. بيساوي اربعة. وانقل الستة دي هنا. الطرف الاخر. وتنتقل تتغير اشارة تبقى سالب ستة. طب وبعدين سالب بقى هيساوي. هاتلي اربعة نغل ستة. خلاص بقى هاتها انت بقى بالالة او هاتيا انت بالالة. يبقى سالب مين? سالبين. طبعا السالب اللي هنا بيروح مع السالب اللي هنا. او اهي واضح. يبقى البقى كان بقى. وعتقول لي البقى بسالب اتنين. ولو انت كتبتش سالب اتنين تبقى الناتج خطأ. يبقى البقى بسالب دي تروح مع السالب دي. اهي راحت. اهي. راحت. يبقى البقى بساوي كام اتنين. نفس الكلام ناخد الجيم. جيم زائد ثلاثة. نفس الكلام بيساوي مين بقى? بيساوي سالب ثلاثة. اعمل ايه بقى? انزل الجيم والثلاثة دي انقلها الطرف الاخر. يبقى دي الجيم يساوي تنزل سالب ثلاثة وأنقل الثلاثة الطرف الآخر يبقى سالب ثلاثة وبعدين أقوله جيم بيساوي كان بقى الناتج سالب ست فضلي بقى الجزء الأخير هو اثنين زايد تلاثة دال الجزء ده هيساوي مين نظيره? برافو بيساوي الخامسة يبقى نقول له اثنين زايد تلاثة دال يساوي الخامسة أخلي المجهول هنا العدد ده أنقله هناك قses لاتدال يساوي خمسة وانقل الاتنين هناك تبقى نقص الدين وبعدين بعد كده يبقى تلاتة دل تنزل زي ما هي يساوي خمسة نقص اتنين لنتجة ديني كام ديني ثلاثة في عدد قدام الدال بقسم عليه دايما يبقى نقول له تقسيم التلاتة اقسم على التلاتة يبقى الدال تساوي دي تروح التلاتة طب تلاتة تقسيم تلاتة لنتجة ديني كام واحد وبكده بنكون انتهينا طبعا الدرس النهاردة ده مخفيف وصغير بيتكلم عن جامعة وطرح المصفات وشفناها انها ابدالي بعد كده بننتقل الى بقى اخر حاجة ليحاول بنفسك يعني تابعين انت تحلو بتقولي لا يا استاذ يعني ده غير اللي فات طب ايه اللي غير هو هنا بيقول لي لدينا مصفتان لام بيساوي وقف بيساوي كما لدينا يعني لام زائد لام نقص كاف بيساوي الكلام ده اوجد الف وبقه وجيم ودال يبقى كإن انا عايز اجيب ده انا هعوض شفت بقى لام زائد لام زائد قاف شفت ده اللي مطلوب ده شايفينه منه يعني اروح كاتبه بعد لام زائد لام نقص كاف كل الكلام ده بيساوي هنا في زائد هنا في النص هي الزائد دي جاي بعيدة شوية هيساوي اه جاتي بعد كده يعني انا بكتب اه انا عايز اعمل ايه انا انا الاتي تاني بكررلك الكلام تاني انا هنا الاتي اول حاجة اللام اللام دي اللي هي بكتب قيمتها هي دي اللام دي خمستاشر اتناشر سالب تسعة خمستاشر اتناشر سالب تسعة واحد وعشرين وبعد كده اللي في النص المفروض ان هنا في زائد هنا في زائد هذه الزائد ده هي ونزلناها هنا يعني هي اه بعد كده لام هي هي نفسيها يبقى تكررها تكتبها لي مرة تاني يبقى مين بقى اللام خمستاشر اتناشر سالب تسعة واحد وعشرين وبعد كده ناقص القاف مين القاف تكتب القاف زي ما هي برمزها يبقى عبارة عن الف وباء واثنين جيم واربعة دا كل الكلام ده بيساوي مين بقى بساعة عشرة عشرين خمسين اصبحت معادلة زي اللي احنا حللناها قبل كده طب وبعدين ازاي بقى نحل الكلام ده قال ما هنجمع مش هي دي هي دي ممكن نقول له بقى او اجمع يا اما تقوله الضعف دي تلاتين يا اما تقوله خمستاشر زائد خمستاشر يبقى كام يديني تلاتين تلاتين انا بجمع الاول زائد الاول تمام انا بجمع الاتنين دول خلي بالك وبعدين الطب تناشر زائد اتناشر يبقى اربعة وعشرين بجمع ده زائد ده اخذ الاولان اذا شايفين ده زائد ده ناقص الالف ثاني بجمع الاول ده زائد الخمستاشر يبقى تلاتين ناقص الالف حيساوي مين حيساوي العشرة حيساوي عشرة زائد ارقاء تلاتين ناقص الالف اه لا تاني 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 انا بحسب اعملها خطوة واحدة انها انا بجمع دول خلي بالك خمستاشر خمستاشر يبقى كام تلاتين انا بجمع دول ده ناقص الالف ايه دي ناقص الالف ا鉾 جمع الخطوة واحدة عشان ما ننعملش اكتر من خطوة طيب هنا عملت خمستاشر زائد خمستاشر تلاتين ناقص الالف ثانيا وهن وبعدين اتناشر زائد اتناشر يبقى كام يبقى هنا فيه اربعة وعشرين وفيه لسه يبقى ناقص اثنان دي ناقص. لان هنا ناقص بقى. دي ناقص بقى. ايوه. كويس ان احنا اخدنا بالنا من الخطأ. اهي ناقص بقى. اهي دي. دي ناقص. ليه طيب ناقص. اكرر لك تاني ليه ناقص. لان هنا دي ناقص يا شباب ويا بنات. دي ناقص. يبقى هنا اخلي بقى لك اتناشر زائد اتناشر اربعة وعشرين. فيه بقى ناقص بقى. يبقى عملت العنصر التاني. اجمع الصف التاني بقى. سالب تسعة. زائد سالب تسعة يديني سالب تمنتاشر. اهي يبقى سالب تمنتاشر. وبعد كده لسه فيه بقى ناقص اتنين جين. ناقص اتنين جين. باخد العنصر اللي بعده. مين العنصر اللي بعده? الواحد وعشرين. زائد الواحد وعشرين يبقى اتنين وارباين. اتنين وارباين. ناقص مين الاخيرة دي اربعة ده. يبقى هي دي المصفوفة الجديدة. بعد ما جمعت دول. انا جمعت دول كلهم. يساوي نفس الكلام 10 10 وبعد ذلك نعمل منبقى نساوي الأولاني شفت الأولاني ذا؟ هساوي بال10 وحل المعدلة عادي ونفس الشئ دا هساوي بال10 وعشان نجيب الألف عشان نجيبها تقوله منبقى ثلاثين أيه، ثلاثين ناقص ألف أيوه، هساوي هساوي منبقى؟ هساوي العنصر الأولاني العشر اللي احنا قلنا عليه وتبقى معادلة عادية نفس الكلام، نفس القصة بقى في باقية العناصر يعني 24 نقص بادي هساوي عشرة برضو وتبقى تجيب قيمة الباق طب الأخير نساوي 18 نقص نين جيمة يساوي مفهوم الكلام وتحل المعادلة عادية يبقى دا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للجزء لكن الأمر دا بحتاج ضروري 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 تحل بأيديك وأخيرا وليس أخيرا أترككم في عائلة الله والسلام عليكم ورحمة الله دمتم سالمين مع تحيات أستاذ محمد إسماعيل خطأ وإلى لقاءنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله